في الولايات المتحدة أيضا أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن بلاده حققت انتصارا كبيرا في الحرب المعرفية والمركبة التي شنها الأعداء عليها وشدد لدى وصوله إلى نيويورك للمشاركة في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة على أن ما تريده الشعوب هو أن تكون الأمم المتحدة منظمة للشعوب ولا للحكومات منظمة الأمم المتحدة والجمعية العامة من براني يمكن أن ننقل عبرهما صوت الشعب الإيراني إلى العالم ونضح سياستنا الخارجية هذا الصوت سيكون أقوى مما سبق لأنه في السنة الماضية حققنا انتصارا كبيرا في الحرب المعرفية والمركبة التي شنها الأعداء علينا هم كانوا يظنون أن مثل هذه الهزات قد تزعزع الثورة الإسلامية لكن حساباتهم كانت مثل صابقاتها خاطئة هذا الانتصار يحمل مؤشرات مهمة منها أن الشعب الإيراني لديه ما يقوله في محاربة الفساد وتعزيز العدالة ما تريده الشعوب هو أن تكون الأمم المتحدة منظمة للشعوب لا للحكومات لذا أتمنى أن أكون صوت الشعوب